من أخبار الكورونا أيضاً أديرة محافظة الأخصر شهدت تزايد في أعداد الإصابات بالكورونا يعني فيه نبأ سيء برحيل الأنبة سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبة بخوميوس الشايب ده الحقيقة كان فيه عدد من الوفيات كان قبلها أمين الدير الراهب الخمس صرابامون الشايب ورهيب القصف فلوباتير الشايب أيضاً فيه زيادة فيه الأعداد بين القسوسة إحنا بنتكلم في أربعين رجل كنسي توفوا من الكورونا في الفترة الماضية ومعي على الهاتف الخمس شنودة راتب كهن كاتدرائية العدرة بالأخصر بعزيكو يا يابونا أولاً مساء الخير مساء الخير يا مدام لميس وأشكر محبتك على التعذية ومسي خالص ربنا يخلص يعني فيه زيادة فيه الأعداد بالذات جوه الأديرة وبالذات في الأخصر هل الدير ده اللي هو دير الأنبة بخوميوس فيه عدد كبير من الإصابات؟ لا هو العدد ليش كبير بالدرجة دي لكن طبعاً حصل بعض الإصابات رغم أن الدير واخد كل الإجراءات الاحترازية لكن الدير بيتوافد عليه بعض أفراد من الشعب وبعض الخدام والعمال في الدير فطبعاً بيبقى فيه احتكاك يعني يومي بالرغم أنه الدير واخد كل الاحترازات يعني وسيدنا أنباس الوانس نيافة الأنباس الوانس التنيح اليوم كان واخد كل الإجراءات الاحترازية لأنه هو رجل على قدر من الثقافة والوعي ودراية وهو في الأصل صيدلي فعنده دراية كويسة ووعي كويس وجميع الأباء الرهبان في الدير الحياة كانوا واخدين الإجراءات الاحترازية بكامل طرقها لكن طبعاً حضرتك عرفاء أنه بالرغم من كده إحنا مضطرين نتعامل مع الناس مضطرين طبعاً نستقبل الناس في الدير طب ليه ما بنقفلش الأديرة يا بونا يعني بدل ما إحنا الوضع صعب فنحاول أن إحنا نقفل شوية أو نحن بالسعر للدير أغلق أبوابه في خلال الموجة دي ولكن طبعاً كما قال حضرتك فيه عمال وخدام بيتوافدوا على الدير لتلبية الاحتياجات الأساسية في الدير ثم أن الدير طبعاً مجتمع مغلق بيبقى مع بعض الرهبان مع بعض برغم وجود الإجراءات الاحترازية لكن برضو بيحصل بعض الإصابات وطبعاً اللي منها أدى إلى الوحيدة كم راهب أو كم قص توفه نتيجة الكورونا الفترة اللي فاتت في الدير في الأسر؟ الدير زي ما حضرتك ذكرت سيدنا أنبى سلوانس سنيح اليوم أبونا في لوباتير الشايب لكن أبونا سربامون الشايب اللي حضرتك تفضلت وذكرت هو موجود في دير آخر برضو في محيط برشية لقصر أو محافظة لقصر لكن هو كان مسؤول عن دير آخر يعني خصلت الإصابة لي في فترة سابقة وفعلاً انتقل للسنة من حوالي أسبوعين التطعيم بقى يا بونا يعني إحنا بنقول الناس كلها الطعام ويعني البابا بنفسه الطعام التطعيم بقى والأسوسة والناس يعني ما هو لازم كمان الكهنة والأسوسة هم دول يكونوا القيادات في التطعيم طبعاً وإحنا بالفعل بننبه على شعبنا وبنحفزهم للتطعيم وعدد كبير خالص من أفراد الشعب وولاد الكنيسة وبدأنا بالأباء الكهنة والأباء الرهبان وإحنا عندنا سيدنا نفسه سيدنا أمبا يوساب اللي هو المسؤول عن إبارشية لقصر نقب الباباوي الأسوسة في العالمه نقب الباباوي لإبارشية لقصر هو بنفسه بدأ بنفسه واخذ هو برعة التطعيم الأولى والتانية والأباء الكهنة بغالبيتهم تم التطعيم ليهم وبعلم ومعرفة الناس كلها والشعب كتير عدد من أفراد الشعب عندنا ومسجلين أنه بدأوا يأخذوا الجرعات التطعيم وتم توفرها والتسجيل سهل على الموقع وفي نفس الوقت الجرعة متوفرة وما فيش أي مشكلة منها طب يعني نتمنى أنه كل الكهنة وكل الأباء يطعاموا لأنهم بفعلا يعني مرتبطين بالناس وبالشعب وبالتالي محتاجين أننا برضو نحميهم ونحمي الشعب أيضا يعني عايزين كل الناس يتم تطعيمها يابونا هل في أديرة أخرى أو كناس أخرى في الأقصر فيها زيادة في الإصابات بين الأباء والكهنة؟ لا هو في دير ماري جرجس رزقات فيه برضو بعض الإصابات للأباء الكهنة وانتقل عدد من الأباء ثلاث أباء رهبان انتقلوا لفترة الماضية لكن دلوقتي إحنا بالتنصيق مع وزارة الصحة جاري تطعيم الأباء كلهم في الأديرة الأباء الرهبان والأمهات الرهبات في الأديرة الرهبات والأباء الكهنة وقصارهم بالضبط عايزين الرهبات كمان لازم يتطعاموا لازم ده بيتم حضرتك بالتنصيق مع وزارة الصحة خلال الأسبوعين دول نتم التنصيق بشكل واضح أوي بتوجيهات سياسة الوزير أنا بشكرك وأرجوك أه يعني لازم لازم الأباء والكهنة يتطعاموا لازم ده يا جماعة إحنا لازم نكون قدوة فأنا بشكرك يا بونا وإحنا الحقيقة فأو يعني بمجرد حدوث نياحة سيدنا أنبس الوانس تفضل قداسة البابا يعني بنعي سيدنا أنبس الوانس ونزل ده على صفحة المتحدث طبعا طبعا أظهر طبعا خدمته الجليلة من الفترة السابقة وأنه هو يعني اللي حصل ده مجرد إصابة لكن طبعا يعني هو سيدنا كان واخد باله قوي وكان فيه إجراءات تحت راضية كتيرة وده اللي بنحاول نوعي به الشعب وفي الآخر ربنا يحفظ مصر كلها ويحفظ كل الشعب يا رب بشكرك وبعزيك أبو نشنودة راتب كاهن كاتدرائية العدرة بالأخصر كده فيه خمسة أبا كهنة فيه الأخصر طبقا للي قاله أبو نشنودة خمسة توف فيه المرحلة في الأيام الماضية فنتمنى أن الناس كلها تطعم